النادي الأهلي حيبتدي الاستعداد من النهاردة ان شاء الله الماتش المريخ اللي حيكون يموت جمعة قادم وطبعا كلنا أمل كبير جدا في لعبتنا وبالمناسبة برضو أنا تبعت الفترة اللي فاتت معظم الهاي لايتس بتاعت الفرق المرشحة للبطولة وانا وكتير من الناس شايفين ان الى حد ما المستوات تقدر يعني يقدر نقول ان هي متقربة بشكل كبير يعني الوداد قريب من التراجي قريب من الرجاء قريبين من وفاق سطيف شباب بلوزيدات فيترو أتلاتيكو الأنجولي سانداونز الجنوب الأفريقي يعني الى حد ما المستوى متقارب وبإذن الله بإذن الله بإذن الله ربنا يكرمنا كده ونفوز على المريخ لانه أكيد هو بوابة العبور للدور الربعة النهائي وما نقولش بقى ايه ان الفرصة سهلة بش حاجة اسمها الفرصة سهلة قد تكون الفرصة في ادينا بس المهم نحسن استخدالها صح كلام كلام محترم جدا يعني وانت بتتكلم برضو ان يعني فكرة هنا ما اقش اقول مطش سهل دي مش مثقفتنا عمتا في ناس كتير ممكن تكون من المحللين اللي بدخل يقول لك ايه المطش اللي جاي ده مضمون في جبنة فيش حاجة اسمها كده احنا عارفين مش حاجة اسمها كده لان التوقعات اللي فاتت أصلا أكدت لك ان ما فيش حاجة اسمها كده والبطولات اللي فاتت والموسم الحالي والموسم اللي فات احنا بنتكلم فعلا ما فيش حاجة خالص اسمها كده فيش مطش سهل فيش مطش مضمون فيش حاجة اسمها كده في ثقافة كرة القدم إحنا مش بس حابين إحنا نقول فيها يعني رسالة جمهور الأهلي للعيب طبعا إحنا كمان عايزين نتكلم عن فكرة هنا التوقف الدولي علشان المنتخب وماتش السنغال زي ما كريم كان بيتكلم حيكون برضو لينا كلام تاني الفترة اللي جاية عنه وحنشوف برضو يعني تعليقات وتوقعات الجماهير دايما لازم نشوف كده برضو توقعات الجماهير للنادي الأهلي لأنها برضو بتبقى ليها رؤية بتبقى ليها دافعة كبيرة علشان كده احنا بنتكلم تاني لازم نستعد بشكل قوي جدا للمرحلة اللي جاية عندنا منافسات يعني نتكلم هنا بقى فتر طبعا استقناف المنافسات القرية والمحلية في خلاص يعني الشهر القادم إبريل فبالتوفيق عندنا لسه يعني زي ما بتقالي انت جملتك معطارك معطارك طويل يعني ربنا يستح الحال